السلام عليكم ازايكم اخباركم ايه ده كده مقطع بسيط وصغير جدا للاحداث اللي انتوا هتشوفوها معايا خلال فيديو النهاردة السيدة اللي قدامنا دي قامت بمجموع بالمواهب والابتقارات والمشتريات الحديثة كل المشتريات والتنظيم والترتيب اللي السيدة دي بتقوم بيه في البيت عندها هتهوسنا بي دلوقتي وهنشوف طبعا مع بعض كده افكارها حتى الهيلة ازاي بتعمل ديقورات حلوة جدا يعني مين يصدق ان هي عامت الفوزة دي بنفسها وغير كده كمان برضو السيدة اللي شبه العجرة ده اللي عامتو زي كافي كورنر كل ده هتشوفوه معايا من خلال احداث فيديو النهاردة وكل ده كده دلوقتي هتشوفوه معايا من خلال منخص فيديو النهاردة وكمان بقى حيب اقول لكم ان احنا هندخل على كل الخطوات دي خطوة خطوة ونشوف طبعا ازاي بدأت تنظم تعالوا نشوف كده مع بعض اول حاجة الادراج اللي موجودة عندها في البفيدة طبعا كده بدأت اول حاجة تحط فيه الستاند بتاع الكسات يعني ما خلتهش دايبو فيه عادي كده او حاجة اقلدية بل بالعكس خاصته هنا كده للسفرة وكمان المشروبات بتاعتها يعني كانك عاملة كافي كورنر على صغير بس المورادي بقى كده للمشروبات الغزية او كمان اي مشروب مفضل بالنسبة لها وتعالوا نبص كمان دلوقتي بقى كده على مشترياتها والحاجات اللي تهوس طبعا بقى مجرد ما بنشوف كده الحلل بتاعت الناس الاجاني بدول بنحس ان الحلل والتصاص اللي عندنا دي حاجة ما يعني ما يتكلش فيها زي ما بيقولوا عندهم حاجات مودن حتى الالوان والشياكة والاناقة حاجة كده الشجل فاخر من الاخر حاجة تفتح النفس يا جماعة مين يصدق ان ده ممكن يتحط فيه اكل عادي كده ويتطبخ فيه على النار ومش على قد كده بس ده هي شاطرة كمان في الديكورات كويس جدا ده كمان كده كويات شعربي قديم عندها وجابت كمان كده شوية ازاز متكسر او مرايات مش بتحبها او مش بتستخدمها وعملت طبعا الديكور اللي شفناه مع بعض من شوية وتعالوا مع بعض نشوف كده حتى الكوشنز الجديدة اللي بتجيبها وضيفها في البيت عندها وتضيف ليها بعض اللمسات السحرية اللي بتغير بيها المود جدا ده كلها طبعا افكار بسيطة وفي نفس الوقت كده نعجبنا كمان كسيدات حابة شوف اكيد حماسكو دلوقتي معايا بلايكاتكم الحلوة اللي دايما بتشجعوني وتحفزوني بيها وحابة اقول لكم كمان كل ما اللايكات بتزيد كل ما اكيد اهتمامك بالقناة بيكبر وبحاول كمان ان انا جيب لكم السيدات تكون مميزة اكتر واكتر ونكمل كمان دلوقتي هنا مع بعض ونشوف كمان كده السر من اسرار نظفتها واهتمامها باسلوب ونشاطها في البيت حتى كمان الروتين اليومي كل حاجة بتعملوا بنفسها يعني السيدات الاجنبية اللي احنا بنقاردها دي مش بهدف طبعا بقى ان احنا نتفرج على سطيلات البيت عندهم والمشتريات والحاجات دي كلها لكن احب اقول لكم قد ايه اسلوبها مميز جدا في التنظيم والترتيب للبيت وكمان برضو المشتريات الحديثة اللي بيهوزونا بيها ده كمان كان دلوقتي كان طاقم تاني للمطبخ شايفين شكله شايفين جماله شايفين الحاجات الراقية بتروح بين الفين الوان زي ما قلتلكو هيلة جدا والحاجات دي طبعا بقى بتفيد اكتر العرايس اللي بتاخد كمان افكار من المنتجات والخامات اللي بنعرضها زي دي وندخل كمان دلوقتي مع بعض هنا كده بقى على اللستايل الحلو او ازاي كمان طبعا دلوقتي بتقدر تعمل بعض اللمسات السحرية هنا في المطبخ عندها وتضيف برضو كده شوية من الستيكر الحاجة لده اللي يمكن كلنا دلوقتي نفسنا نجيبه نوفره لنفسنا ونشوف كمان دلوقتي هنا برضو كده بقى يعني استايل تاني من الملايات والاشكال اللي بدأت تقوم بيها يعني شجل فاخر زي ما قلتلك وكده من الآخر هو دي الحاجات والاستايلات اللي المفروض فعلا بالفعل يعني تكون ست من دول شطرة وتحاول تزين البيت بمستوى زي ده يعني افكار هيلة على القالة طبعا لو طلعتي بفكرة ولا معلومة معينا في فيديو النهاردة انتي اكيد المستفادة دي قرات كتيرة ابي وكمان معظمها قامت بيها بأيديها في البيت وده اللي بيثبت لنا قد ايه ان الست في اي مكان بتروحه بتكون شطرة جدا وبصرف النظر طبعا بقى عن السايدات اللي احنا بنعرضهم بمستويات مختلفة وثقفات كمان حسب كل بلد هم جايين منها لكن احب اقولكم دايما هدفنا في الفيديوهات اللي زي دي هي الفكرة والهدف الاساسي للفيديو سواء طبعا معلومة جديدة روتين جديد استايل جديد وفي نفس الوقت طبعا كده افقار هيلة جدا من حيث التنظيم والترتيب ويمكن هي دي بالفعل الافقار اللي كلنا نفسنا نتعلمها دي كمان كده اطباق عادية جدا ممكن تكوني جايبة فيها بقى يعني بعض الحلويات ممكن يكون جايلك فيها هدية معينة شايفين برضو قدرت استغلها وتعمل بيها الاطباق بالمرايات اللي متعلقة على الحيطة وبالشكل ده وطبعا كل واحدة فينا بالفعل بتستفيد حتى لو معلومة جديدة تعالوا شوف برضو هنا كمان كده الاستوانات دي جابتها وهتعمل بيها افقار هيلة جدا نظمت بيها الحيطة كده وعملت بيها دي كور جديد وكمان في نفس الوقت حب اقول لكم ان معظم الاسعار بتاعت الديكورات دي بتكون غالية جدا وكمان من الصعب ان اي حد يوفرها تعالوا نبص كمان كده ترى عامل الوحي الكبير بالاتباق الفوم دي عشان ايه حب اقول لكم ده دلوقتي هيكون دي كورة على الحيطة شايفينهم متخيلين المنظر ده ده بالفعل اللي هي حاولة توصله لنا وتبهرنا به وتعالوا نبص هنا كمان كده برضو على ورق الحيطة اللي كيت شايلة من هنا وبدأت بالفعل تعمل ورق الفوم ده وتزين بيه المكان هنا وقصونا طبعا مع الإضاءة مدي شكل جمالي حلو وكمان حيطة مختلفة ترجمة نانسي قنقر اللي ممكن يكون مقاوة شوية وتحاول كمان تدهنه دلوقتي وتعمل به الشكل هنا كده فوزة أو دي كور حلو جدا شايفين بقى كمان كده كل ما احنا بنكمل في الفيديو بنطلع بأفكار أكتر وكمان دي كورات شكلها يهبل زي ما بيقولوا تعالوا نشوف هنا كمان برضو كده بقى الهدية اللي كانت جايلها دي وهي ترع بارع عن ايه بس أكيد طبعا الأحسن من الهدية هو المنظر العام للمكان عندها وقد ايه البيت شكله يعني فيه رقية جامد جدا ألوان متنسقة ألوان كمان يعني هدية للأعصاب قد ايه البيت شكله يفتح النفسه نكمل هنا طبعا كده ونشوف برضو كده يعني ازاي قدرت تعمل المكان ده وتركب فيه المراية وتعمل حوالي الكابوتوني وتزبط الدنيا كده وعملت كأناب الضبط يعني مراية كبيرة تشوف فيها نفسك وانتي خارجة حاجة كده من الآخر زي ما بيقولوا وكل ده عملته بنفسها وطبعا الديكورات دي بالفعل بتختلف جدا معيك في شكل البيت وبتحسسك بالراحة النفسية خصوصا ان انتي بتبقي حاسة من جوايك ان انتي مهوبة بتعملي كل الحاجات دي وطبعا دي كلها ستايلات وافكار جديدة بقى للمنازل الحديثة وزي ما انتوا شايفين كده دلوقتي شاكل الترابيزة دي اللي ممكن تشريها وتكون فك وتركيب وتقدري كمان تحتفظي من جوا بالاغراض الخاصة بيك وتقدري طبعا ترجعي كل حاجة الوضعات طبيعية عماتها بقى دي افكار بقى لو انتي عروسة بحبة تختم مجموعة من الافكار والمنظمات اللي قدامنا زي دي دا كمان دلوقتي كده هنا بقى روتين تنظيف البيت عندها شا غاية غسلت الاطباق ونشوف كمان دلوقتي كده روتينها السريع مش معلن عندها غسلت اطباق يبقى تقعد كده باشا وتستنى لحاجة التعامل لو تيجي لحد عندها لكن احب اقولكو فين الدعك بقى والمسئولية ناحية كل حاجة جابت عيون البوتاجاز والحوامل بتاعته وبدأت كمان هاتك كده في البوتاجاز وهو دا كمان كده بقى الروتين ستاة ستات الشطرة اللي دايما بتهوسنا معاهم من يصدق كده بقى ان معظم الاستندات اللي انتو هتشوفوها معانا دلوقتي وقدرت تعمل فيهم شغل فاكي وتركيب هتعمل به كده زي ستندل الكافي كورنر بتاعها حاجة شغل فاخر من الاخر زي ما قالتلكم حاجة كده تهوس منظرها وشكلها حلوة جدا ومعظم اكيد ديكورات اللي انتو شايفينها في منزل السيدة اللي قدامنا دي هي اللي كانت عاملها بنفسها قدرت بالفعل تدخل قلوبنا كلنا واتمنى كمان ان فيديو اكيد النهاردة يكون عجبكم ولو عايزين تشوفوها فيديوهات اكتر هستنى اكيد لايكاتكم وكمنتاتكم اللي دايما بتشجعوني وتحفزوني بيها عشان تشوفوني ان شاء الله في فيديو جديد وكمان لايكات فيديو النهاردة لو كانت كتيرة هباركوا ان شاء الله في فيديو ليها احسن واحسن بإذن للفترة الجاية اشوفكم ان شاء الله على خير ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة